كلام التقديس هو ثم تناول خبزا تناول خبزا وقال هذا هو جسدي وأخذ خمرا وقال هذا هو دمي دم العهد الجديد الذي يراق عنكم وعن كثيرين لمغفرة الخطائر إذن هذا هو كلام التقديس اللي حكا يسوع أثناء العشاء السري بعدين حكا لهم اصنعوا هذا لذكري اللي هو هون يسوع بهاي الجملة أسس سر الكهنوت اصنعوا هذا لذكري هنا قربان الأقدس هنا سر الكهنوت بعد ما يسوع جلس مع تلاميذه ناقش معاهم حكا لهم أنه في واحد فيكم رح يسلمني لليهود رح يسليه إلى اليهود ورح مقابل هذا الأشي رح يأخذ مصاري فكان في هذه اللحظة بعد ما يسوع أنهى العشاء مع تلاميذه دخل الشيطان بيهود الإسخريطي ورح يسلم يسوع لليهود بعد ما يسوع أنهى العشاء مع تلاميذه ذهبوا إلى جبل الجسمانية اللي هو بنسميه جبل الزيتون اللي فيه يسوع كانت هناك أقام يسوع هون الصلاة اللي هي بسموها كان متألم ويسوع كان خايف من الصلب ومن الآلام بطبيعته البشرية مش بطبيعته الإلهي لأنه هو عارف أنه يسوع رح يقوم فخرج يسوع خرج يسوع من مع تلاميذه إلى بستان الزيتون يدعى بستان الجسمانية وراح يصلي إلى أبي السمر يا أبتي أبعد عني هذه الأيام الألام آسف ولكن لتكن مشيئتك لا مشيئتي لاحظوا هنا بس من أن نحكي عن هاي النقطة أنه يسوع هنا اتألم كان خايف أنه يتألم بطبيعته البشرية وليس بطبيعته الإلهية لأنه طبيعته الإلهية هو عارف أنه رح يقوم فهنا تراجع يسوع بآخر لحظة ليش لأنه هي مشيئة يسوع مشيئة الله اللي بدها تمشي حسب الكتاب المقدس ما قال أنه يسوع أتى لي يتم الخلاص أتى عشان رسالة هو بده يكملها يا رسالة فهي مشيئة الله هي اللي رح تكون بعد ما يسوع أنهى صلاته على جبل الزيتون ما من ننسى لأنه فيه عندنا أماكن اللي كان يسوع ذهب إليها اللي هي جبل خلينا نحكي العشاء السري العشاء السري بدي أنوه هنا هون الملاحظة إنها كانت فيه علية طيون اللي نفسها يجتمع فيها التلاميذ بعد ما يسوع صعد إلى السماء وقال لهم سوف أرسل لكم المعزي حتى يقوميكم كانوا هون يستنوا الروح القدس ينزل عليهم بيع الليكة صغيون هو نفس المكان اللي اجتمعوا فيه حتى يقيموا عشاء الوداع جبل جبل الزيتون أو جبل الجسمانية هو الجبل اللي صعد منه يسوع إلى السماء اللي هو جبل الزيتون أو الجسمانية بعد هيك بعد ما أنهى يسوع صلاته طبعاً ثم ذهب يسوع بعد أنهى صلاته يحكي إلى يسوع لتلاميذه لماذا أنتم نيام قوموا وصلوا لكي لا تدخلوا في تجربة بعد شوي بعد ما كان يسوع يحكي مع تلاميذه يجوا جنود اليهو الرومان اعتقلوا يسوع وكان معهم رؤساء الكهنة وجنود ويهوذة الأسخرت كان موجود معهم أنا اليوم رح أكتفي بالحديث اللي هو بسمو العشاء السري والجسمانية الاثنين القادم الاثنين اللي رح يجي بعد بكرة رح نكمل عن اعتقال يسوع ومحاكمته وشكراً لكم